اخر خبر عندنا طبعا كان نفسي تكلم على صندوق النقد نتكلم عليه بكرة لانه ده محتاج تفاصيل كتيرة لكن كنا عرضنا فيديو لموكب بالموتوسيكلاد في منطقة الويلي كان منظر صعب جدا في ظل انتشار الكورونا وحذرنا انه الشباب دول بعدم يعني وعيوهم ممكن ينقلوا لا هليم وحنا عارفين ان احنا عندنا ار يساوي خمسة يعني الواحد بيعدي خمسة وبالتالي الحقيقة انه بنشكر وزارة الداخلية اللي تواصلت معنا وابلغتنا بانهما فحصوا الفيديو وتأكدوا من صحته وقالوا ان ده كان احتفال بزواج احد الشباب دايرة اسم الزاوية الحمراء والتحريات الامنية والتحيات اسبتت صحة الواقعة وقامت الاجهزة المعنية بتحديد المسؤولين عن الواقعة والابض عليهم لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم على جانب اخر يعني احنا عارفين ان عندنا حظرة جوال حتى الثامنة مساء اجهزة الداخلية رصدت مخالفات ل3390 ده انا بتكلم بس في الحركة من 24 ساعة الاخيرة 3390 مخالفة مراك مركبات عندنا نقل جماعي ارتداء كمامة وخلاف حظر يعني عندنا آلاف من المخالفات في المرحلة الاخيرة سواء كسر الحظر عدم ارتداء كمامة مركبات عامة ونقل جماعي يعني الداخلية شدة حلة وده كويس جدا واحنا سعداء به هذا التحرك لحماية الناس يعني هما ممكن على فكرة ما يقفوش وممكن على فكرة ما يتعبوش وممكن ما يعني ما يعملوش اي حاجة ويقفوا كده في الكمين وخلاص لكن هما بيعملوا كل ده لحماية الناس وبنشكرهم على سرعة استجابة لما حدث في الويل